اشتركوا في القناة نتنياهو عن الإدلاء بتصريحات له رغم إعلانه عن ذلك مسبقاً كان يتوقع أن يتطرق فيها إلى مسألة طلب الحصانة البرلمانية وبحسب وسائل الإعلام فإن المقربين من نتنياهو نصحوه بعدم الإعلان عن طلبه للحصانة لما يمكن أن يسبب هذا الإعلان من ضرر على موقفه في الجلسة التي عقدتها المحكمة العليا والتي نظرت في قانونية منحه تفويضاً لتشكيل الحكومة بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة وخوفاً من أن تعتبر تصريحاته محاولة للتشويش على قرار العليا ما قد يأتي بنتائج عكسية رفض إسرائيلي واسع لطلب نتنياهو الحصانة البرلمانية لمواجهة لوائح الاتهام في قضايا الفساد التي تلاحقه وفقاً لنتائج استطلاعاً أجرته وسائل إعلام إسرائيلية حيث أظهر أن أكثر من نصف الشارع الإسرائيلي يرفض منح الحصانة البرلمانية له نتنياهو غالبية من الإسرائيليين 51% بينهم طبعاً العرب هم أكثرية ساحقة في المجتمع الإسرائيلي تؤيد عدم منح الحصانة تعتبر الحصانة هي عبارة عن دعم لنتنياهو للتهرب من مواجهة القضاء في قضايا فساد خطيرة للغاية لكن بالمقابل يوجد رقم مذهل ثلث الإسرائيليين غالبيتهم طبعاً يهود لا يؤمنون بالقضاء ويعتقدون أن نتنياهو مظلوم كما وأظهر الاستطلاع تساون في معسكري اليمين وما يسمى بمعسكر اليسار والمركز ب56 مقعداً لكل منهما تحديداً بعد اتلاف أحزاب اليمين ودعوتهم لبقية أحزاب المعسكر للانضمام لهذا الاتلاف ما يمنحهم فرصة بعبور نسبة الحصن الأمر الذي يستعد له الشارع العربي في الداخل لرفع نسبة التصويت للقائمة المشتركة وقلب الموازين السياسية إذا طلعوا الكل يصوت لأنه محتمل اليمين يضعف أما إذا ما طلعوا اليمين يطلعوا وفيه احتمال كبير يعني يعبر نسبة الحسم لشيء كله لازم الكل يطلع يصوت من كبير صغير كل يجب يطلع يصوت لأنه هاي شغلة مصرية شغلة هاي كل ما زاد تمثيلنا في الكنيسة بتزيد قوتنا بتزيد حقوقنا بنقدر نطالب اللي بدنا إياه في كل المؤسسات في دولة إسرائيل اللي بدنا إحنا حقوقنا لأنه لما بكون تمثيلنا كبير بالكنيسة إحنا بنوخذ اللي بدنا إياه نحو ثلاثة أشهر تفصل عن موعد الجولة الثالثة لانتخابات الكنيسة ولا تزال الصورة على حالها فزعيم حزب اللي كود بن يمين نتنياهو ما زال محافظا على قوته السياسية رغم اتهامه بالفساد ووحدها القائمة المشتركة تسعى لتعزيز تمثيلها بعدما أكسبها حضورها مؤخرا قوة تؤهلها لكسب المزيد من ثقة ناسي بها أعلنت رئيسة المحكمة العالية الإسرائيلية القاضية استرحيوت عن تأجيل إصدار قرارها إلى وقت لاحق في الالتماس المقدم حول قانونية تكليف رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية المقبلة وذلك بسبب تقديم لوائح اتهام بالفساد ضده ونظرت المحكمة بالالتماس بهيئة معلفة من ثلاثة قضاة برئاسة حيوت وعضوية القاضيين حنان ميلتسر وعوزي بوغلمن فيما قال القضاة للملتمسين إنه لا يوجد نص قانوني يمنع نتنياهو من الترشح للانتخابات القادمة وتطلع الملتمسون وهم أكثر من سبعين شخصية في مجال التكنولوجيا والأمن والأكاديمية إلى أن تقبل المحكمة التماسهم ليقضوا بذلك على آمال نتنياهو في حال فوزه بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية بأن يتم تفويضه من قبل الرئيس الإسرائيلي لتشكيل الحكومة المقبلة ساعات معدودة تفصلنا عن لحظة استقبال العام الجديد نطوي من خلاله صفحة العام الجاري الذي حمل في طياته العديد من الأحداث التي أثرت على المجتمع العربي بشكل إيجابي وسلبي على حد سواء بالنسبة للوضع في المجتمع العربي عن جد بحق وحقيقة أنه وضع مأساوي بتأمل أن الوضع يكون أحسن وهاي حدة العنف في المجتمع العربي تخفي شوي أو مش بس تخفي تزول نهائيا لأنه إحنا يعني بعرف شو بدأ أقول لك يعني وين هالهاي موشة العنف وين مخذ الناس كيف يقيم الشارع العربي في الداخل العام المنصرم اجتماعيا اقتصاديا وسياسيا وما هي أبرز التوقعات والأمال من العام القادم وخاصة على صعيد أفة العنف التي تضاعفت نسبتها بالإضافة إلى الدور الذي ستلعبه الجماهير العربية خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة بالنسبة للقائم المشترك بهمني قديش بطلعوا مقاعد أكثر وبتمنى لهن النجاح والتقدم من 13 وصلوا ل 15 و 16 إن شاء الله يأخذوا كمان مرة 90% من انتخابات أو 95% من صوتين العرب أخذوا 95% هيك المرة على المهيك بأتذكر إن شاء الله يصلوا إلى 95% يكون أكثر تمثيل للعرب إن شاء الله من 13 إن شاء الله نقفز عالي عالي إن شاء الله 15 إلى 14 فيما شئت الله سيناريوهات عدة يرسمها ويتأملها المواطنون العرب في الداخل من العام الجديد لعل أهمها انحصار العنف وأن تتحسن الأوضاع الاقتصادية وأن يتحقق السلام والعدل لأبناء الشعب الفلسطيني بالتحرر من الاحتلال وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف شهدت تجمعات السكنية في منطقة الساحل والكرمل خطوات احتجاجية وتظاهرات ضد بدء شركة نوبل انرجي ضخ الغاز من حقل الفياثان لمنصات تبعد عن الساحل وتجمعات السكنية عشرة كيلومترات وقامت تجمعات السكنية اليهودية والكيبوتسات والقرى التعاونية والعديد من العائلات بإخلاء وترك منازلها وذلك خشية من كميات الغاز الملوثة والمواد الكيموية المسرطنة المنبعثة مع بدء ضخ الغاز كما وخرجت قافلة مركبات بمظاهرة احتجاجية من مناطق متعددة إلى تل أبيب وجاء تشغيل المنشأة والمنصات التابعة لحقل الفياثان عقب تأجيل لمدة أسبوع بقرار من المحكمة المركزية بالقدس التي طالبت الشرك العمل بموجب شروط وتراخيص وزارة حماية البيئة الإسرائيلية هدمت قوات من الشرطة الإسرائيلية ووحدة يؤاف تابعة لما تسمى بسلطة تطوير النقب خيام بلدة العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب والمهددة بالتهجير والإخلاء وتشريد أهلها للمرة السبعين بعد المئة على التوالي وقال رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن العراقيب أحمد خليل الطوري إن وحدة يؤاف لديها نوايا مبيتة بتوسيع رقعة الخلاف مع المؤسسة وذلك من خلال تسجيل أكبر عدد ممكن من الملفات الجنائية بحق سكان بلدة العراقيب هذا وتوصل سلطات الإسرائيلية ملاحقة سكان القرية منذ عام 2000 لدفعهم إلى الإحباط واليأس من خلال هدم المساكن وتدمير المحاصيل الزراعية وفرض العقوبات والغرامات المالية بحجج البناء غير المرخص فيما يرفض أهل القرية المساومة على أرضهم ويصرون على صمودهم والدفاع عن حقهم في العيش على أرضهم يحيي الشعب الفلسطيني ذكرى الخامسة والخمسين لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة بنشاطات ومسيرات في الضفة الغربية وغزة وفي الشتات هذا وقام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإيقاد شعلة الانطلاق بالقرب من ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات في رمالة واستدعوات بضرورة الالتفاف خلف القيادة الفلسطينية والتصدي للمخططات التي تحاكو ضد القضية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطينية من كان يصدق أن هذه الثورة التي انطلقت قبل خمس وخمسين عاما تستمر إلى اليوم وستستمر حتى تحقق النصر إن شاء الله الكثير توقع لنا أن ننتهي في اليوم الأول أو في اليوم الثاني أو في السنة الأولى أو في السنة العاشرة أو في السنة العشرين كثير من المؤامرات مرت علينا وكنا نعتقد أننا انتهينا ومع ذلك كنا نخرج من تحت الرماد لنستمر وها نحن اليوم مستمرون ونحن قاب قوسين أو أدنى من القدس إن شاء الله ونظمت مسيرات واحتفالات في عدد من المدن والمحافظات بمشاركة عدد من القيادات الفلسطينية واستدعوات لمواصلة النضال من أجل إسقاط صفقة القرن وكافة المخططات الهدفة لتصفية القضية الفلسطينية وطموحات الشعب الفلسطيني في نيل الاستقلال وتكيدا لتفويض الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قيادة فلسطين نحو الحرية والاستقلال أطلق حراس الأمن داخل السفارة الأمريكية في بغداد قنابل صوت على المحتجين خارج بوابة المجمع وقال مسؤولان عراقيان إن السفير الأمريكي وموظفين آخرين أجلوا من السفارة لتأمينهم بعد تجمع آلاف المحتجين ومقاتلي جماعة مسلحة خارج بوابة السفارة تنديدا بضربات جوية أمريكية في العراق وردا على مقتل متعاقد مدني أمريكي في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية بالعراق نفذت الطائرات الأمريكية الضربات يوم الأحد ضد قواعد كتائب حزب الله وهي جماعة مسلحة مدعومة من إيران وأودت الضربات بحياة ما لا يقل عن 25 مقاتلا وأصابت 55 آخرين في خطوة تهدد بدفع العراق أكثر إلى صراع بالوكالة بين الولايات المتحدة وإيران وفي وقت يشهد احتجاجات حاشدة ضد نظامه السياسي ولم يكشف المسؤولان الذان يعملان في وزارة الخارجية العراقية عن وقت مغادرة السفير الأمريكي والموظفين الآخرين لكنهما أضافا أن عددا قليلا من العاملين القائمين على حماية السفارة بقوا فيها ورشق محتجون البوابة بالحجارة وسط هتافات منددة بالولايات المتحدة هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وانتشرت القوات العراقية الخاصة حول البوابة الرئيسية لمنع محتجين من دخول السفارة كما انتشرت قوات عراقية متخصصة في مكافحة الإرهاب دربتها وجهزتها الولايات المتحدة لتعزيز هذه الوحدات وبعد ساعات قليلة من بدء الاحتجاج أطلقت قوات الأمن العراقية الغاز المسيلة للدموع خارج السفارة لتفريق المحتجين وحثم قاتل فصائل مسلحة الحشدة على التفرق باستخدام مكبرات الصوت ويخرج العراقيون إلى الشوارع بالألاف كل يوم تقريبا للتنديد بالجماعات المسلحة ككتائب حزب الله ورعاتها الإيرانيين الذين يساندون حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى جانب أمور أخرى لكن هذه الجماعات المسلحة كانت هي من كتب يوم الثلاثاء على أبواب السفارة الأمريكية أنها مغلقة بأمر الشعب وحطموا كاميرات المراقبة حول المبنى بالطوب والحجارة ونصب بعضهم خياما استعدادا لاعتصام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر